Well, thank you so much. You know, over these past four years, we've seen major challenges for the people of our state, for the citizens of the United States, and above all, for the cause of freedom. We saw freedom in our very way of life, and so many other jurisdictions in this country wither on the vine. Florida held the line. Thank you. والانتخابات الأمريكية النصفية أبرزت وجهاً قد يخفف من الحيرة بين مرشحين غير مرغوب فيهم. وكانت فلوريدا كلمة السر. فالمنتصر بمنصب حاكم هذه الولاية الجوهرية أثار فضول المتابعين لدرجة أنه اختطف الأضواء من الرئيسين الحالي والسابق. فتصدر رون دي سانتس الجمهوري حديث السوشيال ميديا بعد فوزه الساحق بحاكمية فلوريدا وبأدائه المميز تزداد شعبيته نظرا لسنه الذي يعتبر عنصرا هاما في الانتخابات فهو في السادسة والاربعين من عمره مقارنة ببايدن ابن الثانية والثمانين وترامب ابن الثامنة والسبعين كل ذلك يجعله منافسا قويا في ترشيحات الرئاسة درس دي سانتس التاريخ في جامعة ييل والحقوق في هارفورد وشارك في تأسيس كتلة الحرية للمحافظين اليمنيين المتشددين واشتهر بمكافحة كورونا الشرسة في ولاية فلوريدا بينما كان البيت الأبيض متهاونا مع الفيروس فقام بالأمر بإغلاق عام في الولاية وأقام مئات مراكز الاختبار دي سانتس ليس منافسا لترامب حسب تقديرات المحللين فقط بل إن ترامب نفسه لا يخفي قلقه من تصاعد الشعبية دي سانتس فسبق وأنهاجمه في تجمعات انتخابية ووصفه بالمنافس بين دائرة المقربين منها كما أن كلمة دي سانتس في خطابه الانتصاري في ولاية فلوريدا زادت شكوك المحللين عندما قال جملته الرنانة لقد بدأنا المعركة للتو لقد بدأنا المعركة للتو دي سانتس لم يلفت نظر المتابعين الأمريكيين فقط بل لفت أنظار الكثير من متابعي سوشال ميديا حول العالم ذلك لانخفاض شعبية ترامب وبايدن بينهم أيضا وهو ما حفز الكثير من التعليقات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي سنقرأ لكم بعضا منها ونبدأ من نادية الانتخابات النصفية كشفت وجوه جديدة بارزة في السياسة الأمريكية مثل رون دي سانتس الذي قيل أنه سيكون خلفا لترامب وكاري لييك التي قيل أنها النسخة النثوية من ترامب وحادثة شتم ترامب لنانسي بيلوسي صدمت الإعلام صالح كان أيضا له تغريدة وكتب فيها غير أنه مرشح قوي وينال عجاب الأمريكان ترامب أصلا مسبب فضاع للحزب الجمهوري وهم بانتظار أي فرصة لا ينقلب عليه لكي لا يترشح رحموني أيضا كتب في هذه التغريدة نتائج الانتخابات النصفية هزيمة لترامب لأنه وعد بموجة حمراء وحصل العكس خصوصا في مجلس الشيوخ مما يسهل من مهمة دي سانتس لينافسه سنة 2024 في الانتخابات الرئاسية سيحاربون ترامب إلى آخر يوم في الانتخابات أخيرا تغريدة لزينة تقول فيها أعتقد أن أهم عامل في دي سانتس هو عمره مع أنه أصغر أو صغر السن ممكن يعتبر قلة خبرة ولكن مرور الأمريكان باثنين من كبار السن في آخر ثماني سنوات عطشهم ناهيكم عن أفكاره اليمينية التي ستجعل مؤيدين ترامب مؤيدين له أيضا معنا من واشنطن لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع مدير مركز الشرق للبحوث دكتور سامير التقي أهلا وسهلا بك دكتور ساليم حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس لفت الأنظار بعد فوزه باكتساح هل يمكننا القول أن دي سانتس نجح في خطف من كانوا مترددين بشأن تأييد ترامب من عدمه داخل الحزب الجمهوري؟ نعم إلى حد بعيد نستطيع أن نقول ذلك ولكن السؤال الرئيسي من يكون متفوقا في فلوريدا هل يكون متفوقا في أمريكا لأن دي سانتس هو شخصية أكيد أن سيكون لها مستقبل كبير في الوضع السياسي الأمريكي ولكن أيضا هناك منافسين له بدأوا بالظهور منذ الآن مثل بومبيو مثل آخرين أيضا العبرة الرئيسية مما يجري الآن في الانتخابات هو أن جيل جديد من الشباب سيصعد في كل الحزبين وهذا سيشكل أزمة كبيرة للقيادات القديمة من جهة وأيضا سيشكل أزمة طبيعة خاصة داخل الحزب الجمهوري إذا أصر رئيس ترامب على الترشع فالحزب الجمهوري قد يمضي في اتجاه الانقسام أو انقسام القواعد وهل سيستطيع الحزب أن يكرس مرشحا جامعا يعزز مواقعه التي حققها الآن في مجلس النواب هذا تساؤل كبير إذا نحن على عتبة تحول في الحزبين وفي المجتمع الأمريكي باتجاه الشباب المشكلة في موضع ديسانتس هو أن مواقفه فيما تعلق بنفي بقضية كوفيد بالرغم أنه قام بدور كبير في قضية الفحوص ولكن مواقفه من العزل في فلوريدا أيضا يتناقض مع المواقف ذات الشعبية في الولايات الأخرى النقلة الرئيسية التي حققها ديسانتس هو أنه استطاع اكتساب اللاتينيين في فلوريدا وهؤلاء موقفهم يتعلق كثيرا بالموقف من الوضع في أمريكا اللاتينية وبكوبا بشكل خاص وهم معادون لأي محاولة التقارب مع كوبا لذلك نعم ديسانتس هو مرشح قوي جدا له مستقبل ولكن بين جيل الشباب الجمهوريين هناك عدد هام من الأشخاص الذين يحضرون لخوض معركات داخل العجب والمشكلة هي مشكلة المؤسسة كيف ستواجه ترامب بالنظر لكل ما ذكرته أستاذ سمير ما هي فرصا يقوم ديسانتس بترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024؟ أنا على ثقة تقريبا بأن ديسانتس هو فيرشح نفسه ضمن الانتخابات الأولية الداخل الحزب الجمهوري وهو لا شك أنه سيشكل ربما يشكل نقطة تقاطع تجمع اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري مع المعتدلين وخاصة معه للشباب الصاعد في الولايات الساحلية في طرفي المحيط وبالتالي إذا استطاع أن يعتدل في بعض مواقفه وخاصة ما يتعلق بالإجهاض وما يتعلق بالكورونا وما يتعلق بالعديد من القضايا يستطيع عمليا أن يطور نفسه كشخص يوحد الحزب الجمهوري بعيدا عن ترامب وفي إطار تشكيل جيل شباب جديد نعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حذر حاكم فلوريدا من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة معللا ذلك بأنه سيؤثر على الحزب الجمهوري هل فعلا سيؤثر ترشح دي سانتس على الحزب الجمهوري أم أن ترامب لا يريد منافسا له بالسباق الرئاسي المقبل يعني عمليا الرئيس ترامب هو الذي يشكل تهديد الآن أصبح نلاحظ أن عدد كبير من الزعماء الحزب الجمهوري الآن يبتعدون عن ترامب ويحمله نعونه مسؤولية الخسارات الفادحة في بعض المناطق وعدم تشكل ما يسمى بالموجة الحمراء وبالتالي نعم هذا أمر متوقع من الرئيس ترامب والأمر سيتطلب الكثير من العمل السياسي داخل الحزب الجمهوري من أجل إقناع قاعدة ترامب بأن لا تنشق ولا تتخذ موقفا سلبيا من مرشح الحزب المقبل ديسانتس أحد المرشحين الرئيسيين ولكنه لن يكون الوحيد الآن طيب أيضا ترامب هدد ديسانتس بأنه سيؤذيه بكشف معلومات سرية عنه وعن زوجته إلى أي مدى يؤثر هذا الأمر في الحزب الجمهوري؟ وهل برأيك سيسمح لترامب بالاستمرار بهذه الطريقة الهجومية التي ستؤثر على سمعة الحزب بشكل عام؟ عمليا ترامب هو شخص عميد وثبت بأنه مسابر ولا يتراجع عن ما يقول من ناحية العملية في التعلق بقضيته الشخصية ولكن أعتقد بأن السمعة الشخصية للرئيس الأمريكي لم تعد رئيسية في العقل الأمريكي الآن كما يتضح من مجرد ترامب بالذات يعني يتعرض لأكثر من 13 دعوة موجودة على الطاولة في المحاكم الأمريكية ومع ذلك لا تزال لديه مسبة منها الشعبية إلا إذا كان لديه مستمسكات وبعض القضايا الخطرة ولكن يمكن أن يضره فيما يتعلق بما يسمى الحزام الإنجيلي المتدين المسيحيين يمكن ومن الواضح بأن هناك لدى ترامب معلومات حول بعض القضايا التي يبما ديسانتس لا يتفق فيها معهم في سلوكه العملي وسلوك عائلته شكرا لك كنت معنا من واشنطن مدير مركز الشرق للبحوث دكتور سمير التقية